الاختلاف للإقناع لا للإلزام الاختلاف للإقناع لا للإلزام فإذا اختلفت مع غيرك أيها الموفق في مسألة اجتهادية فناقشه مناقشة مناقشة من يريد إقناعه لا مناقشة من يريد إلزامه فإن إلزام الناس بأقوالك واجتهاداتك أمر محرم بإجماع المسلمين لا حق لك أن تلزم غيرك بنتائج فكرك ولا بنتائج نظرك واجتهاداتك فالاجتهاد لا يلزم غير صاحبه نتيجته وأما غيرك فدورك معه في مسائل الاجتهاد أن تعرض أدلتك وأن تبين حجتك وأن تعرض أصولك وكلياتك لتقنعه لا لتلزمه لتقنعه بقولك فإن اقتنع وتابعك اختيارا فالحمد لله وإن لم يقتنع فأنت لست رسولا ولا متسلطا ولا مسؤولا عنه فإن إقناع الآخرين واقتناعهم بينهما فرق نحن مأمورون بالإقناع ولسنا مأمورين بالاقتنع يعني نحن نعرض عليه الأمر لنقعه لكن كون يقتنع أو لا يقتنع هذا من هداية التوفيق والإلهام التي لا يملكها لا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا عالم ناصح ولا طالب علم راسخ أبدا إنما يملكها الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحق أمام عمه أبي طالب أليس كذلك يا عم كلمة قلها أحاج بها لك عند الله ومع ذلك لم يقتنع فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت بينما هذا الحق عرض على بلال الحبشي البعيد من أرض الحبشة واقتنع به وعلى صهيب من أرض الروم واقتنع به وعلى سلمان من أرض فارس واقتنع به ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه وكان يؤويه وينصره ويحفظه من كيد الأعداء والكفرة لم يقتنع بهذا الحق فإذن إنما دورنا كعلماء وطلاب علم تجاه الآخرين في مسائل الاجتهاد أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد وتبيين وإضاح وإقامة حجة ونرجو لهم من قلوبنا أن يقتنعوا وندعو لهم بالهداية والتوفيق والصلاح هذا حقهم علينا ولكن كونهم ما يقتنعون لا حق لك أن تزمجر إذا لم يستجب لك الناس لا حق لك أن تغضب إذا لم يوافقوك على اجتهادك ونظرك فلا حق لك أن تدعو عليهم بالويل والهلاك والثبور أو أن تجعل عدم اقتناعهم والتزامهم بقولك سبباً لفساد قلوبهم وعدم إرادة الله الخير لهم وأنهم ليسوا على الحق ولو علم الله فيهم خيراً لا أسمعهم قولي هذا كله لا يجوز أبداً هذا محرم ولذلك احفظوها مني قاعدة الاختلاف وعرضه للإقناع لا إلا لإلزام الآخرين